أهلا بكم من جديد. أكد مصدر مسؤول في وزارة صحة بالدولة أنه لم يتم تسجيل أي حالة لمرض الكورونا داخل الدولة. وأن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية. من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي. وأكدت المنظمة أيضا بأنه لا يتطلب أي إجراءات لحظر السفر أو إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدول. بعد السارس وأن في الوزارة الطيور وأن في الوزارة الخنازير يطل فيروس نادر وقاتل برأسه على العالم. فيروس كورونا. مصدر صحي مسؤول في الدولة. يقول لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة بمرض الكورونا داخل الدولة. واتخذت الوزارة الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من منظمات الصحة العالمية. فيما عقب المصدر بذلك على ما تناولت وسائل الإعلام عن أنه تم تشخيص حالة إصابة بداء الكورونا. لشخص يقيم في فرنسا كان في زيارة لدولة الإمارات في الفترة من التاسع إلى السابع عشر من أبريل الماضي. وشددت الوزارة أنها ستقوم بالتنسيق مع الهيات الصحية والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. بما فيها منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الفرنسية. منظمة الصحة العالمية من جانبها قالتنا الفيروس. لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وشددت على أن الوضع لا يتطلب أي إجراءة لحظر السفر أو إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدول ولا فرض قيود على التجارة. وطلبت المنظمة من مراكز الاتصال الوطنية المعنية في الدول العالم بإبلاغها بأي حالة مشتبهة أو مصابة خلال 24 ساعة. وهذا ما تلتزم به دولة الإمارات كدولة عضو في منظمة الصحة العالمية. المملكة العربية السعودية أعلن وزير صحتها ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 15 حالة. وذلك بعد وفاة حالتين اليوم في الإحساب المنطقة الشرقية. وأن عدد الحالات المصابة في المملكة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي بلغ 24 حالة. صديق المتوفى كان يعاني من شيء لم نكن نعرفه. وحالته الصحية كانت تسوء يوما بعد يوم. ولم يعلمنا أحد بحقيقة حالته سوى أنه كان مصاب بالتهاب صدري. ثم تطور الأمر إلى الكلة حتى توقفت تماما عن عملها. وأضاف المسؤول السعودي أن التواصل جار مع منظمة الصحة العالمية وخبراء من دول العالم بهدف إجراء مسح ميداني وبيئي للوصول إلى نتائج علمية. موضحا أن طريقة الانتقال ومصدر الفيروس غير معروفين حتى هذه الساعة. ودع الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات العامة للوقاية من فيروسات الإنفلونزا المتمثلة في النظافة الشخصية وغسل اليدين والابتعاد عن المصابين.